انا المسلسل ده لما عرفت ان استاذ تامر محسن عامل مسلسل وانه الناس تقدم بقى صورها وكده والسيفي بتاعها عشان يجوا يعملوا اوديشن ما فكرتش بمتبعتها السيفي بتاعي على طول وروحت عملت الاوديشن واخدوني في الدور وما كنتش عارف مين النجم مين البطل المسلسل عن ايه وبعدها عرفت انه امونا زكي فده خلى الموضوع كمان لهو تامر محسن امونا زكي فبرغم ان الدور كان صغير شوية واللي هو في الاول ملوش تأثير قوي بس انا من غير ما فكر طبعا قلت يلا بينا وحبيت الشغل معاهم قوي شفتهم ازاي بيتعاملوا سوا في انسجام بينهم قوي انه كمخرج وممثلا انه لما بيقول لها مثلا على حاجة هي فعلا بتعملها وبيتناقشوا في كلام ما بينهم يعني انا اتفرجت على ده كده في اللوكيشن وكنت حبق ده قوي ان انا بتعلم منهم ازاي ان انا والمخرج يبقى فيما بيننا الهارموني دي بس وكان برضو مبسوطة قوي بردود الافعال وكنت متوقع النجاح للمسلسل ده لان قصته حلوة وتشد والمشايد بتاعت امريكا كانت جميلة قوي قوي وما كانوا هناك بيصوروا احنا كنا هنا بنصور في نفس الوقت لانه كنا هننزل في 2020 وبعدها اتأجل بقى بس اظن ده للاحسن يعني عشان يطلع بالشكل اللي الناس شايفه ده انا كنت متحمسة للدور ده قوي لاني كان نفسي اعمل حاجة كده وطنية وكنت لسه شايفها فيلم الممر وكنت متأثر بي جدا ونفسي اعمل حاجة كده للبلد فلما جالي المسلسل وانه بطولة احمد عز وانه من ملف من المخابرات وقصة حقيقية وكده تحمستله قوي والمشاهد بتاعتي مع احمد عز هي اخته الصغيرة فهو برضو هو كارزماتيك قوي ولذيذ فكان بيعضي قولي يا مقصف ترقبة ويدربني بالقلم هزار يعني وكده فكانت مشاهد لذيذة قوي وخفيفة بس في نفس الوقت كان في مشاهد تقيلة زي اللي هي فيها كلام عن البلد وانه هي منار نفسها تشوف البلد متغيرة للأحسن وبتكلم مع اخوها انه يبطل احباط وانه مصر احسن ان شاء الله هتبقى احسن دولة في العالم وكده فلا يعني هو برضو كان مسلسل حالة كده وكان حلو قوي واتبسطت فيه قوي واتبسطت في كواليسه قوي خصوصا مع العيلة اللي هي مجدة زاكي وصلاح عبدالله وخالد أنور وحمد عز اشتركوا في القناة